فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقال عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم هو ثقة وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث نعم هذا رد من الشيخ على من يطعن في سند هذا الحديث حيث بين أن سلسلة الرواة الذين رووه كلهم ثقات مقبولون عند العهمة فلا مطعن فيه والحمد لله